ويعد اليوم رحلتنا السعيدة مشاهدين الحلوين التعمين أهلاً وسهلاً بكم في الرحلة جديدة من رحلتنا السعيدة عندنا النهاردة أسرتنا الحلوين وصلوا بأمان وسلام وهنبتدي ننحق بيهم على طول ونشوف مين بقى معنا معنا فريق بنات وفريق ولاد البنتين الحلوين عشان ليدس فرست طبعاً وعشان يميني كمان الأستاذة اسمي خديجة ماجد خديجة عندك كم سنة؟ عندي تمام سنين وبتحب يقول ناس تقول لك خديجة مش خديجة صح؟ ماشي خدت بالي طبعاً اوكي ألقوا أستاذة؟ فريدة ماجد فريدة ماجد أكيد اوكي عندك كم سنة؟ عشر سنين عشر سنين تمانية وعشرة ماشي ماما؟ منار منار ازاكي منار اوهي صحيح انت تشتغلي؟ لا رب تمنزل اوكي واخد بالك من فريدة وخديجة اوهي اوكي بابا؟ ماجد الشرقوي اكيد ماجد صحيح اوكي 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 بابا اشتغل ايه؟ بابا اشتغل في الفاشن في الفاشن اوه نائس نائس طب وانتو من القاهرة ولا مين؟ مضبوط قاهرة شوبرا شو أكدع ناس شوبراوية فريق الولاد الأستاذ مالك وياسين صح؟ انتيمو صاحبه الانتيم مالك وياسين صاحبه الانتيم قالوني كده يلا مالك قولي عندك كم سنة؟ ثمان سنين وباخد روبوت كورسات روبوت ايه ده؟ ايه الموضوع ده فاهمني أكثر؟ يعني باخد شوية حاجات عن الروبوت باخد عن الكهرباء اه ازاي اعمل روبوت نايس ازاي اشغل مثلا النور المقطوع كده اوه ده كورس بقى انت بتروح تاخد فيه الحاجات دي ده ايه اللازيزة دي اوه انت في الليفل الكه اه خدنا اه طو ليفل اه يعني لحد الوائف ايه ليه؟ ده ايه الحلقة يعني تقدر تعمل روبوت بعد كم ليفل كده؟ يا حلاوة ايه بقى قعد بقى اشرح لي موضوع ده ممكن؟ مهيش اوكي صاحب الانتين ياسين مصطفى عندي سبع سنين ودخل على ثمانية اوكي وانت صاحبه من ياسين؟ صاحب الانتين ايه وانعرف انت صاحب الانتين منين بقى من المدرسة من نادي من جيران؟ مامت وصاحبة مامتك لا انا اسكندرانية احنا اسكندرانية ا اجد suk الان geld انت بقى جيران ؟ لا احنا مش جيران احنا هو شقتي قدمي هو عمارة قدام شقتي اقمارة قدام عمارة قدام عمارة ده اسمها جيران يا حبيبي مع بعض في المدرسة اه ماشي ااابة مالك ايو ااابة مالك حاليا رب تمنزل اوكي وكنت شاية ام يبي اائ يعني جداً جداً الحمد لله بابا إسلام عبد الرحمن أعمل حر أعمل حر أنت إسكندرانية عندنا إسكندرانية وعندنا شبراوية وحلقة تبقى عالية 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 يلا بينا نبتدي على طول رحلتنا إن شاء الله السعيدة قبل ما أبتدي لسئلة بتاعتي أحب أتعرف بقى عليك وأكتر وأعرف أنتوا عارفين بعض أكتر قد إيه قل لي يا بابا ماك خديجة مين صاحبتها الأنتين في المدرسة هانا هانا ماشي قل لي إسلام مالك صاحبه الأنتين أكيد إحنا عارفين وهو جي معاه آه أوكي فهنسأل بقى على لونه المفضل إيه مالك الأزرق الأزرق فعلاً مايوة صحة أوكي طيب ماما قولي لي فريدة إيه أكتر حاجة بدأيها من صحابة ما بتحبش أتيتيودهم اللي إيه الأجريسيف ده الأجريسيف ده ده كده أجريسيف أجريسيف مش كده خالص بس ماشي كلام ده طبعاً صحيح أوكي إنتي بقى أنا عندي طيب أنا هسأل بقى ياسين صاحب مالك الأنتين على مالك بيحب إيه لعب جيم أكتر لعبة على الموبايل بتاعه نتالي روب لوكس إيه؟ روب لوكس روب لوكس فعلاً؟ أيوة صاحب الأنتين صاحب الأنتين يعني ماشي نسأل ماما على خديجة بقى نسأل ماما على خديجة ونسأله ونقول لها خديجة إيه أكتر لون ما بتحبش تلبسه أبداً 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 الليسود الليسود إيه ده بجد يا بابا؟ فاشن إنزام الليسود ده ملك الألوان طيب الحمد لله ماما قولي لي يا ماما إيه أكتر أكلة بيحبها مالك؟ أكتر أكلة الماكارونا والبني الماكارونا والبني ماشي طيب أنا ده صحقيه الكلام ده؟ ماشي طيب مالك قولي بقى أنت بقى صاحبك الأنتين أسألك عني قولي بقى هو بيحب جداً يتفرج على إيه في التلفزيون؟ بيحب يتفرج على سفونج وب طيب جد؟ يا ولد أنتيم أنتيم يعني طيب بابا اسم الميس بتاعت فريدة بتاعت العربي؟ ميس آآ طارم رشا؟ لا لا مين يا بابا؟ آآ أنا مش فاكر اسم آآ مش فاكر اسم مين يا ماما؟ حالياً ميس دعاء أكيد ماما عارفة طبعاً جروب الماميز أكيد أنا اللي أعلم أكيد أكيد بابا اسم ميس الإنجليش بتاعت مالك وياسي؟ صح ده إيه الاستسلام ده؟ صعب صعب بجد؟ خالص طب ماما عارفة؟ هو ياسين في كلاس ومالك في كلاس طب مالك ومين الميس بدأت؟ أعتقد في هابر بتاعت مالك؟ أه أعتقد طب جد؟ طب الحفظ الله لا ياسين بصراحة عارفة ده مالك أعتقد يعني ممكن أعتقد جايك خمسة على ياسين طب إحنا بقى إحنا نبطل اسئلة لحد كده ونخش في موضوعنا عشان إيه؟ مش عايزين نتفضح أكتر من كده طيب جايزين نبتدي لسئلة بتاعتنا عندنا تلت مراحل أنا مين أو أنا إيه؟ الأسلتين كلهم بيشاركوا وبعد كده اختياراته صحة وغلط الكاتاكيتين حرمين بس بيشاركوا البنات والولاد لو معرفتوش عندكم الوسلتين المساعدة اللي قلتلكوا عليهم أوكي؟ يلا أنا مين أو أنا إيه؟ أنا عاصمة دولة الكويت أيوا أقولوا كلكم كلكم بابا وموما كمان أيه؟ خمسة أربعة كويت ثلاثة معقولة اتنين أنت قلت إيه؟ فشل إحنا أنت قلت إيه؟ واحد ما قلتش الكويت أصلها هي العاصمة الكويت أصلها فقلت تقوليني الكويت هو أبشيها لك فعما؟ أوكي طب ماشي يلا هنا أنا عاصمة دولة عمان صنعاء صنعاء خمسة خارتوم إيه؟ خارتوم؟ لا مش خارتوم مستخد مستخد طب ما تقول لنا طيب أنا مخترع المسباح الكهربائي أيوشتاق ياسم إيدرسون خمسة أيوشتاين أربعة طومس إيدرسون أيوة طومس إيدرسون برافو ليه ليه على استحياء ليه ماشي هنا بق أنا عالم فلك عربي اكتشف أن الشمس أكبر من الأرض ها خدناها دي درسناها آه آه أكيد طبعا بس درسناها لا خمسة أربعة ابن الهيسم ثلاثة ابن بطوت لا اثنين أبو الرحان البيرون لا أيوة ماشي هل قويش سؤال ده؟ سرية مندي سؤال لازم سرعة آه سمين غينم وجوش سيدهم والضيفة أحمد حبيبي الله يرحولهم عرفوا بلقب؟ سلسة أدوال أيوة جيدة سلسة أدوال ما ماشي هنا بقى ده بردو سؤال سرعة وهيغالباً هيبقى الماما وبابا أنا فاطيمة كغيمة حاليم شريهان طبعا طيب برافو 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 كده احنا يعني اتأكدت ان انتوا صحيين دماغكم شوية لا شوية تعالوا نشوف بقى ايه ميمة صحصح وهيبتدي المهمة الأولى يلا الرادي ستادي كو وإيه أقاق group يلا الحمد لله مين هيجيب الكورة عسرة يلاي خديجة أنا شايفة رجلين خديجة ديجة ديجة زينو 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 يا زينو زينو �도 يمكن الله إلا شوية بقوة وقلب يلا يا زينو زينو يلا يا ديجا مين هيجيب الكرة أسرع مش ممكن يا جماعة انت دست عليها خلي بالك منها يا سين يا ديجا طب روح على الأطراف شوفوا كده دوروا ايه ده ايه ده وانا اقول هي سكتة لي يا ربي وانا اقول سكتة لي يا ربي سكتة ومدكينة برافو خديجا هي اللي جابت الكرة الأول برافو يا ديجا وابرافو يا سينو طبعا بس طبعا البوينت عند ديجا رحلة سعيدة رحلة سعيدة جاهزين للمرحلة اللي بعدها جاهزين المرحلة اللي بعدها الولاد والبنات بس اللي بيجاوبوا عرفتوا تجاوبوا اوكي معرفتوش تجاوبوا هتستعينوا بوسيلة مساعدة ماشي او رايت اوكي يلا بينا صح وغلط الكونغفو من أشهر الفنون القتالية القتالية على مستوى العالم حسنا انتو الاثنين صح ولا غلط كونفو من أشهر الفنون القتالية صح صح طبعا عمليه تاني طيب انتو بقى رياضة الجنباز هي نشاط بدني ممتع وتسهم في تحسين الياق العامة للجسم صح ولا غلط صح صح طبعا ماشي السقر هو أحد الطيور الغير مفترسة ولا يوجد لديه مهارة في الطيران لا طبعا لا يتطير أساسي ماشي طائر الهدهد يتميز بألوانه الجذابة والمتنوعة ويمتلك منقارا طويلا ياس ياس صح صح ماشي مفرد كلمة باحثين باحث باحث يا فريدة تعال يا ملوكة رحلة تعدينة رحلة تعدينة مستعد تقبل ملك يمين يمين اسمعوا ارجع تاني شمال ارجع لازم يعد ما بيدي رجعوا رجعوا يمين 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 ماذا شجول Avatar والidays collaboration أجني سأنا بق PRESIDENTE تعلي أشواء أجني سأنا بقيا تهل تنسيا أجني خلال أج Litاني أجني أجني ايجي عرضوا ارجعي تاني ارجعي تاني مازم تعذي ارجعي تاني كمان اطلعوا تاني ارجعي تاني ارجعي تاني هو معدّاه الصحة رجعه من الاول ارجع تاني لفي الناحية التانية ارجع من الاول بسرعة بسرعة ايوAAAA ايو الأحيالي ما زبوط يلا ايفنا انك بالسرعة يلا بقى ايو شماسه يلا يا ملك ياريك ياريك شمال ياريك شمال 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 قربتني تكسابي تعال هو رجعي تادي شمال شمال تعالي هنا عند صوتي على طول برافو يلا في هنا مشوها يا جماعة ياري شمال 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 على طول على طول ايه في العينك؟ وخليه رجعك شمال بس كده ارجع يا ملك يا ابني ارجع غلط ارجع ما تباريش تقوّر بيش على طول على طول يا ملك على طول خش شمال شمال ارجعي ارجعي خشي بقى كده خشي كده يميني ارجعي ارجعي يا ملك انا تادي أنت وقت وقت عيد الجاي بقى خطوة؟ على اللي أنت فيه الله عبر الحمد لله فريدة يلا اللي جاي اللي جاي الاختيارات يعني هتختاروا ما بين الأقواس انتو بس بنات وولاد بس معرفتوش عندوك وسلتي مساعدة فيل الكارتون ابو منابل كان بيتناول قصة اكتشاف طفلة للكائن الخرافي الشهير رجل الحديد رجل الجليد رجل النار الشيطان مفيش شيطان يا ربي ركزوا معي رجل الحديد رجل الجليد رجل النار النار؟ أبو النار لا الجليد مش أبوه هو رجل النار ماشي ما هو اسم الشيب الغني والمدلل في فيلم كلاوس والذي غضب والده منه بسبب فشله؟ كاسبر كاسكو ميجل كاسبر برافو برافو أهو شفت بأن انتو مش بتخسروا ماشي أيو أيو تركزوا مع سلمة ثمانتاشر ثمرتين ثمانتاشر؟ اه تناولت عشر ثمرات أوكي؟ كم ثمرة تبقت مع سلمة؟ سبعة ولا ستة ولا تمانية قولي تمانية تمانية برافو ما كنتم قولي ماشي جمع أحمد خمستاشر سخرة من الشاطئ ألقى ست سخارات في الماء كم سخرة تبقت مع أحمد؟ عشرة ولا تسعة ولا تمانية؟ كانوا خمستاشر ورمى ستة تسعة فبقوا عشرة ولا تسعة مين قال تسعة؟ مال برافو يا مالك برافو ماشي تستخدم إيه؟ لكي تعمل الثلاجة البلاستيك الكهرباء الخشب الكهرباء برافو ماشي سهل قوي طبعاً طيب ودي كمان سهل قوي نفقد الماء عن طريق تناول الطعام ولا العرق ولا شرب العصائر شرب العصائر بجت؟ اه اه بنفقد الماء ازاي؟ بنحنا نشرب؟ بنفقد الماء ازاي تاني؟ تناول الطعام ولا العرق؟ ولا شرب العصائر؟ العرق العرق طبعاً يا مالك طب اقول لكم على حاجة احنا شكلونا لسه نايمين ومش مركزين وهنركز وهنصحصح أكتر لما نروح على التوازن سيجوا نروح على التوازن؟ يا الله بينا نروح على التوازن هاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جاهزين؟ جاهزين طيب أما متحمسة جدا أتفرج على الفقرة الذي فيك و هستعملوا في أجهة و لايدين اسفارس سنؤتي بالفريق البني رنحة كملي جيد ملكي زدع كملي كملي برافو ما فريدا برافو يا فريدا والله هل تبعبي ايه؟ انا مش بلعب حاجة بس كملي وانت بتتكلم ايه بقى؟ انا بحب البليه بس احب البليه؟ يعني جربت تروحي ترقصي بليه؟ لا مرة جربت بس بعد كده ما روحت ما كملتيش سمعه؟ بس انت عيث بقى وانت حاسة انك متوزنة والله شطرة جدا 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 برافو برافو يا فريدة يلا يا خديجة هنشوف بقى خديجة هتعمل ايه؟ وليلي بقى يا ديجة انت كمان متوزنة ولا هتوقعي؟ هتوقع يا ديجة؟ هتوقع يا ديجة؟ هتوقع يا ديجة؟ هتوقع يا ديجة؟ برافو يا اه ايه يا بنتي ده؟ ايه اللي انت حار ده؟ نطيتي لانت مفردت لجاي تاني بس انت نطيتي فمعلش يلا تعالي يا ماما رحلة عينة رحلة عينة يلا يا مامي هيا مامي مامي نفس بسر نفس عميج مامي هاي ايه؟ نفس عميج بتوقعي كور بتوقعي كور واعتري كورا واعتري كورا واعتري كورا خل بالك بس هتشترا جدا ه disadvantage بلمشترا يا الله يا سلام وتستعرف كمان يا سلام يا سلام يا بنتي ما شكرا جدا 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 يلا يا بابا يلا يا بابا يلا يا بابا واحد الله ما جاتش واحد جات اثنين سيبهم بقى لما تمسكهم ثلاثة الله لا 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 أربعة برافو خمس مجاتش أربعة أربعة بس معقولة خمسة خمسة بس معقولة برافو الله خمس كورة عند بابا يلا يا أستاذ سينو الله جاهز يا حبيبي وهيقع جاهز وهيقع هايقع هتوع يا سينو شكرا يا سينو يا حبيبي هتوعو ولا إيه خمسك يا قالبي مش متووعن يعمل كده بس ينا بقى يلا بقى براтовو يا سينو والله شاتر يا شاتر رحلة عادية شخصممممممممممممع م، شخصممممم ог Chong يُولي شخصممممم انا شخصممم شخصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لا لا إيجّمم قسêmمممم standing نعم بس ممكن ولا أولا وكان سامل يا ملك نعم لا هيا ملك انها كيف لكنه؟ puisque هيا يا مالك أنها يا مالك مالك ستقع لا, لا لا مالك ليس سيكون ليس مالك مالك ليس لك أن يقضي شهدر يا مالك براك يا مالك براك يا المالك ايوة أنت ما يقول لك يا مالك يا مالك شكرا يا مالك ألا وصدرت يا مالك شاطر براً براً كادر ام Ю ELK ايضا بقى الضخة مشتدة مابدواكت Techاتir في قبيل عمالك متضخش انت ماشي خط طويل مستقيم هتضخ من إيه يالا يا مالك هتوقع يا مالك هتوقع يا مالك لا لا مش ستوقع لا ولا هتوقع على الطابق لا يا حبيبي اللهberty كادر يا مالك برافو يا مالك يا مالك برافو ملوكة والنبي ملك ساطر summa! من 你 أنشجع ماما؟ يا لائه ملك شاجع ماما ماذا؟ يا ممن vinr謝 لا لا لا! لا 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 لا! لا لا لا! صبت ل Rivers! هل? ماشي! الحمد لله! الحمد لله! يلا! عدي بقعد! وانا لدي مرجع؟ اوه! الله! الحمد لله! الحمد لله! الحمد لله! الله! ايه بقى! اه! يا نهربية كرة واقعت! انا واقعتها! انا واقعتها! حاجم يا بابا! يلا نروح نشوف هنعمل ايه؟ الفي ار! يلا! فريدة كانت بالرينة على التوازن رايحة جاي! هنشوف بقى تعمل ايه في الفي ار? ونشوف بقى هلها يشكعوها ازاي? يلا يفيرفير دوسي بلاي! ونبتدي الجيم على طول! ايوه جو! برابي! ايوه! برابي! ايوه! برابي! ايوه! ايوه! برابي! برابي يا فرسل! سوبر! سهلة! طب يا رب نكمل على خير! يمين وشمال! وشمال ويمين! ايوه! اللي ازرق بلا ازرق! والا احمر بلا احمر! حسنا! ايوه! برابي! شطرة! ازرق! احمر بلا احمر بلا احمر! ازرق بلا! اوه! اوه! برابي ازرق! Young! احمر! ازرق! احمر! احمر بلا احمر! اوه! يا سلام بس حلو كده حلو كده والنبي شطرة يا أولاد برافو فرفر شطرة مين هلعب فريد ثاني يالله فعال يا فريد يالله 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 شجعوا يالله شجعوا تعالي ملك ملوكا شاطر والله العظيم تعالي هنلعب لعبة تانية هاخدك نروح للعبة تانية هنروح دلوقتي نسمع حدودة حالوة ونه هنتم مهم السماح ونرجع نكمل لعبة مع ملوكا رحلة سعيدة رحلة سعيدة رحلة سعيدة رحلة سعيدة أهلا بكل أصحابنا في رحلتنا السعيدة وبأصحابي اللي معايا النهاردة وحكاية جديدة من حكايات ماما سامح حكايتنا النهاردة يا أصحابي أنوانها غريب جداً 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 إحنا عارفين دايماً أن الكنز دا حاجة قيمة حاجة غالية لكن قصتنا النهاردة عارفين اسمها إيه؟ أرخص كنوز فيه كنز ممكن يبقى أرخيص؟ لا قصتنا بتبدأ في عصر قديم 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 زمان 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 ما كانش لسه فيه عربيات ولا كان فيه اوترات ولا كان فيه وسيلة مواصلات غير الجمال كانت الجمال بتمشي في الصحرة شايلة البضايع من بلد لبلد عشان تباعها والتجار الكبار القافلة بتاعتهم قافلة دي يعني جمال كتير وارا بعضها بتمشي وارا بعضها بيسموها قافلة كل جمال منهم شايل بضايع كتير يسافر من بلد لبلد يبيع البضايع دي ويرجعوا بالفلوس عشان يشتروا بضايع تانية وتمشي كده إيه؟ واحدة واحدة التجارة التاجر عمران كان عنده ولد اسمه عمار عمار في يوم من الأيام جاء قال لوالده التاجر عمران أنا عايز بقى مرة أطلع الواحدة في قافلة من قوافل التجارة أنا طلعت معك كتير يا والدي وعرفت إزاي أنت بتتصرف زي ما أنت بتعمل أنا كمان هعمل التاجر عمران قاعد يفكر وقال معقولة أسلم عمار القافلة الكبيرة دي قوي والبضايع الكتيرة قوي دي هو هيعرف يتصرف والدة عمار قالت أنا عندي حل كويس وممكن يحقق لعمار الطلب بتاعه في الوقت نفسه يخلينا نبقى متطمانين عليه قال لها إيه هو الحل؟ قالت له عم حمدان اللي بيمشي معك في كل القوافل واللي بيدير التجارة راجل عارف كل الشغل وعارف كل التفاصيل خليه يروح مع عمار وهو اللي هيوجهه ويبقى إحنا متطمانين إن عمار هيعرف يتصرف صح؟ حلو رأي دا؟ آه كويس؟ حلو أنتوا توافقوا عليه؟ آه آه عم عمران ندع عمار وقال له يا عمار أنا موافق إنك تطلع في القافلة بس على شرط قال له إيه هو الشرط دا يا والدي قال له عم حمدان هيطلع معاك عمار سكت وزعل قال له لأ أنا عايزة أروح لوحدي قال له لأ ما ينفعش تروح لوحدك عم حمدان فاهم كل حاجة وهو اللي لو احتاجت أي مشهورة هو اللي هيساعدك لكن عمار قال لوالده طيب على شرط اللي أنا أقوله هو ينفزه قال له إزاي كده؟ قال له عشان خطري أنا كل الحاجات اللي هقولها هتبقى صح أنا عارف ومتأكد وواسك أرجوك يا بابا عادي تحيل على بابا بابا وافق وقال خلاص زي بعضه وهنشوف أنت هتعمل إيه؟ عم حمدان يقوله عمار لسه صغير مش هعرف يتصرف قال له معلش المرة دي أنا هحطه في اختبار واشوفه هيتصرف إزاي في كل البضايع والأموال اللي معاه في القافلة مشيت القافلة مسافة طويلة 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 وبعدين قعدوا يرتاحوا في مكان عمار بس حواليه كده لقى إيه؟ حقل كبير قوي مليان زرع ومليان خير ومليان فكهة ولقى فلاح عمال يشتغل بنشاط ماسك الفاس وعمال يقلب في الأرض ويسقي الزرع ويشيل الزرع كده اللي هو خلاص المحاصيل اللي استويت يحطها كده في كيس لوحدها وعمال يشتغل والعرق عمال ينزل على وشه قال له إيه دا؟ انت بتعمل إيه؟ قال له باشتغل قال له الأرض دي بتاعتك؟ قال له أبتاعتي قال له إيه أكتر حاجة مهمة في الأرض دي؟ قال له والله أنا أكتر حاجة بتهميني في الأرض وباشتغل بيها في قدية كمان على طول ما بتسيبهاش هي الفاس الفاس دي بصراحة هي كنز عمار فكر وقال ياه الفاس بتعمل كل دا؟ قال له طبعا أنا من غير الفاس هعرف يحفر الأرض؟ لا من غير الفاس هعرف يقلب الأرض أو يزرع؟ لا سكت كده وقال له طب يا عم تبيعي الفاس دي كام؟ طيب أنا بيعها لك بس أخد نص القفلة اللي معاك هيأخد نص الجمال بالبضايع اللي عليه عشان يديله الفاس عم حمدان يقوله إيه اللي بتقوله دا يا عمار؟ هنديله نص القفلة عشان ناخد فاس يقوله بقولك إيه يا عم حمدان؟ اسمع الكلام أنا قلت الوالدي إن أنا هعرف أتصرف مكرة تشوف أنا هعمل إيه؟ عم حمدان قال أمري لله الفلاح فرح خد نص القفلة ودى العمار إيه؟ الفاس عمار ماشي بقى فرحان فرحان إنه خلاص كده يعني إيه بقى معا كنز الفلاح قال إن الفاس دي إيه؟ كنز مشت مشت مشتت القافلة يا أصحابي وقفت شوية ترتاح وعمار لأ طابور ناس كتير 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 وقفة الناس دي وقفة بتعمل إيه؟ عم حمدان يقول لعمار يلا يا عمار نكمل المشوار يلا تعطلنا يقوله استنى بس يا عم حمدان أشوف الطابور دا والناس دي كلها وقفة مستنية إيه؟ مش يمكن حاجة أنا استفيد منها يقوله أنا استفيد من إيه؟ يلا ندخل نبيع الحاجة في السوق عمار ما يسمعش الكلام فضل يقرب 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 لحد ما شاف رسام واقف مع الريشة والألوان وكل الناس دي عارفين واقفين ليه؟ عشان كل واحد منهم عايز الرسام يرسم له صورة الله إيه كل الصور الحلوة دي؟ الرسام شاف عمار قاله إيه؟ عايز صورة؟ قاله آه رسمني صورة وقف عمار وشاف الرسام ماسك الريشة والألوان وبسرعة يرسم ويبص العمار شوية ويرسم شوية وبسرعة خلص الرسام الصورة ودها العمار قاله إيه ده؟ دي أنا بالزبط دي شابهي قاله أنا بالريشة والألوان أقدر أرسم أي مكان وأي إنسان عمار يبص لا قدام الرسام طبق مليان فلوس قد كده قاله إيه الفلوس دي؟ قاله كل واحد برسم له صورة باخد منه فلوس قاله كل ده قاله آه البركة في الريشة والألوان عم حمدان يقول له يا عمار خلاص رسم لك الصورة وخدنا الصورة ودفعنا تمنها نمشي بقى قاله لا 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 استنى ده أنت مش عارف حاجة يا عم حمدان ده أنا لقيت كينز هيخلينا ولا نتعب ولا نمشي في الصحرة ولا الجميل ولا كل الكلام ده إحنا هيبقى معنا فلوس كتير قوي 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 تفتكروا بقى هيعمل إيه عمار؟ هياخد الريشة والألوان راح عمار للرسام وقاله عم يا رسام قاله أنا رسمت لك الصورة عايز إيه تاني؟ قاله لا 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 أنا عايز الريشة والألوان قاله هو أنت بتعرف ترسم؟ قاله مش مهم أنا بس عايز الريشة والألوان تبعهم بكام؟ الرسام استعرب وقاله غريبة لما ما بتعرفش ترسم عايز الريشة والألوان ليه؟ قاله أنت مالك؟ أنا قلت لك اللي أنت عايزه هتاخده بص الرسام على القفلة قاله القفلة دي بتاعتك قاله كلها بتاعتي وكل اللي على الجمال ده بتاعي شوف عايز إيه قال له طيب إن كان كده بقى أنا أخد تل تل معاك موافق على طول قال عمار عم حمدان لقى الرسام بسرعة عمال ياخد الجمال أنت بتعمل إيه قال له خلاص إحنا اتفقنا صاحبك خد الريشة والألوان وان هاخد الجمال ده اتفقنا صح اللي عمله عمار ده؟ لأ لتاني مرة عمار يعمل نفس التصرف وعم حمدان يبقى زعلان يقول له إيه بس اللي بتعمله ده يا عمار يا عمار ما بعناش ولا حاجة معقولة ده كلام يقول له يا عم حمدان اسمع الكلام تفتكروا عمار هيكرر الغلط ده لتالت مرة؟ آه آه مشيت 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 القافلة وراحوا بقى البلد كده زحمة وفيها ناس كتير ولقوا واحد واقف بيقول صندوق العجب بيجيب الجواهر والدهب أدخل إيدي في الصندوق تطلع مليانة دهب إيه ده؟ كل ده دهب وكل دي جواهر مش معقول الصندوق ده فيه كل ده قال له أنا ساحر وسندوقي صندوق العجب اللي يحط إيده فيه يطلع مليانة على جواهر ودهب يا خبر ده دهب ده فعلا دهب شفت يا عم حمدان قال له مناش دعوة ده ساحر إحنا مش زيه قال له لأ السندوق مليان دهب أنت ما شفتش الدهب الدهب أهو الدهب في إيديه عم حمدان يترجاه ويقول له حرام عليك سمع عمار الكلام؟ لا لا راح للساحر وقال له عم يا ساحر أنا عايز الصندوق قال له صندوق إيه؟ قال لي الصندوق بتاعك ده اللي فيه الدهب صندوق العجب اللي بيجيب الدهب شوف عايز كام وتديني الصندوق الساحر طبعا إيه فكر شاو قال له خلاص خد الصندوق وأنا أخد الجمال دي كلها وزي بعضه خلي لي الجمل والراجل اللي معاك جمل عمار ما فكرش اتصرع وده للساحر بقيت الجمال ما بطلتش غير جمل هو راكب عليه وجمل ثاني العم حمدان عم حمدان قال له ها نعمل إيه دلوقتي؟ كل القافلة تصرفنا فيها هنعمل إيه؟ هنرجع الحاجة ومران نقول له إيه؟ معناش فلوس؟ فرطنا في كل القافلة؟ قال له لا معانا تلت كنوز قال له تلت كنوز؟ فين هما التلت كنوز؟ قال له أول حاجة الفاس انت نستها؟ الفاس قال له الفاس دي هتعمل إيه؟ قال له لحظة واحدة الفلاح قال بتجيب الدهب مسك عمار الفاس وقعد يحفر في الأرض طلع الدهب؟ لا جاب الدهب؟ لا عم حمدان يقول له فين الدهب يا عمار؟ قال له مش مهم ضحك علي في الفاس لكن أنا لسه معي حاجات تانية معي الريشة ومعي الألوان اهو قف بقى كده يا عم حمدان وأنا هرسم لك صورة قال له أنا مش عايز صورة استنى بس الوقت ينا همسك الريشة والألوان والناس هتقفوا قدامي طابور زي الرسام قال له وإنت هتعرف ترسم لهم صورة قال له ريشة ترسم والألوان يعرف يرسم؟ لا مش يرسم مسك الريشة والألوان يقول ريشة ارسمي رسمت الريشة؟ لا قال لا؟ اتي مش كنت بترسمي في ايدي الرسام مش عايز بترسمي ليه في ايدي أنا يا ريشة ردت عليه؟ لا سكت عمار والدايق رح ماسك الفاس مكسر الألوان وكسر الريشة وعم حمدان يبصه يتفرج ويقول له قلت الكلام ده يا عمار كنوز إيه اللي احنا خدناها؟ قال له لأ خلاص الوقت احنا معانا بقى الكنز اللي انت شفته بعنيك احنا معانا الصندوق ومعانا الدهب اهو الدهب اهو والصندوق اهو حط ايده عمار في الصندوق لأ دهب؟ لا طلع معا دهب؟ لا وحط اهو في الصندوق مفيش حاجة فين الدهب؟ انا اشتريت الصندوق بالدهب قال له الدهب ده خفت يد من الساحر على طول ادك الصندوق وقبل ما اديهولك خده وبعدين على فكرة بقى ما هواش دهب قال له يعني ايه؟ قال له يعني احنا بيعنا الغالي بالرخيص بيعنا كل البضايع وتصرفنا في الجمال عشان حاجات رخيصة دي كنوز دي؟ لا قال له بس كل واحد قال انها بتجيب دهب قال له الفاس في ايد الفلاح اللي بيتعب ويشقى وكل يوم يصحى بدري يشتغل تجيب له دهب لانه بيشتغل ويتعب والريشة والالوان في ايد الرسام اللي ربنا اداله موهبة تجيب له دهب لانه عنده موهبة ويعرف يرسم لكن ريشة والالوان من غير الموهبة تجيب دهب؟ لا قال له الصندوق قال له الساحر ده عنده حاجة اسمها خفت يد يعني بسرعة يقدر يتصرف ويطلع حاجات واحنا مش شايفين يبقى مخبي الحاجة في ايده مخبيها في لبسه ويطلعها ويهمنا انه طلعها من الصندوق وفي النهاية كل دي حاجات ملهاش اي قيمة يا عمار دي كنوز دي أرخص كنوز ممكن حد يفكر فيها او يجيبها ليه يا عمار؟ لان عمار كان عايز كل حاجة تبينه من غير ما يتعب من غير ما يتعب حلوة القصة؟ حلوة ايه عجبنا في قصة أرخص كنوز النهاردة؟ اللي هو لازم يحفظ على حاجته عشان حاجته تجيب له اللي هو عايزه بالزبط كده هل هو تصرف صح؟ لا كل مرة ايه غلط نفس الغلط؟ اه احنا لو غلطنا مرة مش بنتعلم من غلطنا؟ اه والحاجة اللي بتيجي سهلة بتروح سهلة اه طبعا عمار لما رجع بابا هيبقى عامل ايه بقى؟ اكد هيزعل هيزعل منه جدا وقال له دي أول وآخر مرة اخليك تطلع لوحدك لان عايز اقول لكم حاجة يا صحابي السقة دي حاجة غالية جدا ولما نقول ان احنا نقدر نعمل حاجة لازم نبقى عارفين ان احنا فعلا نقدر نعملها أصحابي أتمنى كستاتنا نهاردة تكون عجبتكم وتكونوا عرفتوا ان السقة دي حاجة غالية جدا وان احنا لما نطلب من بابا أو ماما ان احنا نتحمل مسئولية حاجة لازم نبقى قدها ونبقى عارفين ازاي حنتصرف في المسئولية اللي احنا طلبنا ان احنا ناخدها لكن ان احنا نطلب ان احنا نبقى مسئولين عن حاجة ونتصرف غلط يبقى كده هيفقدوا السقة فينا وبعد كده لو طلبنا حاجة مش هيوافقوا عليها شفنا عمار لما طلب من والده انه يطلع بالقافلة لوحده ما كانش عارف يتصرف وكمان غلط غلطة تانية انه اسمعش نسيحة الأكبر منه عم حندان اللي دايماً بيطلع مع والده في القافلة وعارف كل التفاصيل وعارف ازاي يتصرف عم حندان كان ممكن ينقذ عمار مرة واثنين وتلاتة عمار يغلط نفس الغلطة وما يسمعش نصيحة عم حندان والنصيحة مهمة وغالية لما بتكون من حد بيحبنا وعايز دايماً يشوفنا بنتصرف صح وخايف علينا دي كانت قصتنا النهاردة أرخص كنوز أتمنى تكون عجبتكم أشكوا في حكاية جديدة من حكايات ماما سامح موسيقى 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 رحلة تعيذة رحلة تعيذة رحلة تعيذة رحلة تعيذة جينا لألعاب التربيزة بتاعتنا وتعالوا بقى نعرف هنعمل إيه؟ ومين هيدخل الكوبية الأول؟ وكل واحد عارف هيعمل إيه؟ صح؟ طب يالله كل واحد تاخد بلونتو أولاً كدا هو، وأقول رادي، انفخه، استادي وانفخه رادي، استادي، وانه جوووووو برافو، برافو يلا أنا أقوم برافو، ها ها... برافو ها... مين هيدخلها لك أكثر برافو يا مالك برافو جدا جدا يا فريدة انفخ أكثر ايه فريدة ده؟ شاصر انترنتيها بلي كده؟ والله برافو معلش يا مهي انفها اكتر ايه يا منت ده؟ ماشي تعالي من هنا؟ سهلة من هنا يالله يا ملوك طب تا اتجربها من هنا مثلا؟ ايوة كده معلش ما حد فيه كيزوء التاني عادي متاح انت لسه في البلوكة الأولى وهي تخرج لا 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 يالله يالله يا فرفي برافو سيبيه اه 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 ايوة تجي جانبك ماشي ايوة برافو يا فرفي يالله انفخ جامل ايوة برافو برافو يا مالك تعال من هنا يا ابني انت عايز تظلها من هنا بسرعة بسرعة اروح الناحية ذي جبها هنا يالله بالحب دول بالحب دول حلوة لقوة يا ابني بقى من هنا ايوة برافو التاني على الباب وانت لسه داخل بلاق الثالثة ايوة أكبر عدد كور في الكوبايات جاهزين؟ جاهزين يلا كل واحد يمسكورتوا ستاديان جو يا متأني أول كوباية عندي ديجا بالراحة بالراحة أيوة برافو برافو أول كوباية عندك أول كوباية عندك آه لو عملتها بالراحة شوية ممكن تخش الله تاني كوباية برافو يا ديجا ركزي أنت كنت يمشي حلو أقبل راحة شوية ها أيوة ماشي كتاتيجي يلا يا ديجا أيوة يا ديجا تاني كوباية عندك ديجا تعادوا ثالث كوباية عندك ديجا رابع كوباية عندك ديجا إيا يا سي تركز يا سي خلصوا ولا إياه؟ خامس كوباية ديجا خلصت خلصت كورك؟ خلص كورو خلص كورو كده ديجا خلصت كل الكوبايات وكل الكور والأستاذ يسين وقع كوبايتين بس 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 يعني كوت جوب وكده برضو يبقى الفريق الأحمر هو اللي لسه مستمر وبيكسب على التربيزة تعالوا نشوف اللعبة التالتها هتكون إيه؟ برو جينا لتالت لعبة تربيزة وهنشوف الأستاذ مالك والأستاذة خديجة من فيهم اللي هيبني هرم أسرع ويلن وأسرع دي كتب أول هرم القاعدة البنية التحتية ست كوبايات كمّلوا بقى يلا رادي ستيدي جو تحتين هيبقى أسرع يا تارا متوسطى أن الهرم بباعك يا بنا كده كام كده كام عد قربهم بقى عشان يعملوا هرب قربوا أي وقت يلا برافو 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 يا ديجا قربيهم يا ديجا برضو عشان يعرفوا يقفوا برافو تفاضل حتة في النص يا ديجا انت مقاعدة أيوة كده برافو أيوة معلش يا من الذين قربت تخلص يا ملوكي برافو يا روبوت بقى أيوة برافو يا ديجا ديجا اللي كوباية اللي داخت خمسة بس حطي واحدة كمان يلا ابني يا ديجا ما قربت أيوة قربت فاحد أحط لك معلش 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 يلا 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 بتحصل ما هو معلش أنا أحط لك آخر كوباية ديجا مشطولة يلا ماشي أيوة وأنا أحط لك آخر كوباية كده مالك خلص البرج اللي هرم الأول يلا لب بسرعة يا ملوكي شكله هيكسب أنت ما خلصتيش أصلا عشان تلمني ابني ابني يا بنتي بسرعة يلا يا ديجا روبو يا مالك روبو والله قالك قرب يخلص لم وأنت لسه بتبني مش ممكن أخيرا 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 يا جماعة يلا يلا أخيرا يا جماعة مالك يا سلام يا مالك مالك كسب أخيرا وهو اللي بنى الهرم وهده أسرع بكتير يلا نشوف هنعمل ايه في اللعبة الأخيرة روبو وصلنا لنهاية الألعاب التي يوجدنا هنا في الترابيزة ونهاية جزء الأول من جهلتنا وهو آخر اللعبة و visionary الكسب السابق وفي أمل يكسب السابق ونبقا تعادل هل هناك أمل ولا يوجده؟ هل هناك أمل ولا يوجد إبنات نكسبم بقى خالص يلا نرى هنلعب اجس أو طبعاً فريدة ومالك أعطلوا الووترفليب والأستاذ يا سين والأستاذ خديجة إلا هيحطوا الأكس قوي ويعملوا التكتكة كلها يلا يا فريدة يلا هتبدأ الأكس أيوة يلا يا أخي يلا يا ولد يلا على طول بقى أسرع فريدة ماشي يلا يا مال الله حط يا ابني الأكس برافو يا سلام تكسيك برضو إيه شاطر قوي يلا ماشي يلا مال يلا يا فريدة إيه الحوار ده ماشي يلا يا مال إيه دي يلا يا مال يلا يا فريدة تعملوا كينا ليه وليه الله حطيه يلا حلوه بيقولك يشجع اللابة الحلوه هو ماشي آه ماشي 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 مش قوي يعني فهمين ما تعملوهاش قوي ماشي ماشي أوبس يلا 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 آه ماشي يلا عمله طريقا لا آه حط أكس برافو يا سلام يلا يا رب آه حطي أو يا سلام آه ما أكيد عارف هتحط فيه ما لازم يعني بعرفين هتحط فيه يلا أو أكس يلا آه ها ماشي يلا يا ملوك بيقولك مش عايزين نخسر بيقولك مش عايزين نخسر ركز آه أوبس هتحطها فين؟ هناك هات أنا حطها لك بروف ها يلا ماشي يلا آه آه الله حطي الأو يلا يا أنتوا هتكسبوا يا أنتوا هتكسبوا هي واحدة بس هتحدد مصير اللعبة دي يلا يا ملوكة يلا أيوة يلا فريدة يلا يا مالك لا تقدموا هو عاليا أوي أه آه آه ماذا يلا من اصفر أخيراً وتعادل ما بين الفريقين وهنخلص الحلقة متعدلين وما تروحوش في ها حطة خالص نحن نكاملين لدينا جزئ ثاني بكرة نفس المعاين وعندنا ألعاب وتتحدثات تانية بس النهاردة أنا عايزة أقول لكم انتبسطتوا لاما بمسطتوا اوي اوي باي باي باي